السلام عليكم ومرحبا بكم كما العادة معكم صديقكم وأخوكم بياضي أناس من قناة Goldfinch Lovers أو محبي طائر الحسون اليوم في هذا الفيديو سأشارككم خلطة يمكن أن تقدموها لفراخكم يعني فراخ الحسون وهي خلطة كاملة متكاملة من ناحية القيمة الغذائية ففيها بروتينات فيها فيتامينات وفيها أملح معدنية وهي غنية جدا بهذه الأملح المادنية خصوصا الكاسيون لنقول أن هذه الخلطة فيها أي شيء يحتاجه جسم فراخ الحسون ويمكن أن نقدمها لفراخ الحسون إنتاج قفص أثناء مرحلة الفيطام لما نريد أن تعتمد هذه الفراخ على أنفسها في التغذية وأيضا يمكن أن نقدمها لفراخ الحسون البرية أو الخلوية صيد جديد وحتى لا نطيد في المقدمة لنبدأ على بركة الله ونتعرف على المكونات أول شيء لدينا هنا بذور الكتان ثم بذور البيريلا وبذور النيجر والقليل من رمل البحر المصفة يعني يباع في محالة الطيور سنحتاج أيضا باطي خاص بالحسون يعني يكون فيه ديدان وأشياء هكذا سنحتاج أيضا بذور البراقة أو بذور الزؤان وأيضا عظم الحبار أو عظم السيبيا سنستخدم غير بالين أحدهم عدو ثقوب كبيرة والآخر ثقوب صغيرة سنستعمل هذين الغير بالين يعني في الحصول على سميد الزؤان أو سميد البراقة فأول ما نقوم به هو أن نأخذ يعني كمية جيدة من بذور البراقة نضعها في المطحانة ونقوم بطحنها بشكل مخفف يعني نحن لا نريد أن تتحول هذه البذور إلى دقيق أو طحين ولا نريد في المقابل أن تبقى كما هي إذن سنقوم بهرمشتها فقط بعد ذلك نصب هذه الحصيلة في غير بال ذو ثقوب صغيرة لكي نغرب لها ونتخلص من الدقيق لأن بعض هذه الحبيبات قد أصبحت دقيق نحن لا نريد هذا الدقيق ونريد أن نتخلص منه فلما نبدأ في نغرب ل يعني يسقط هذا الدقيق في الصحن وهو ما سنتخلص منه بالنسبة للقشور التي ترون فوق سننفخ عليها بكل بساطة ننفخ عليها حتى تطير ويتبقى لنا شيئين بداخل هذا الغرباء وهما حبوب يعني متوسطة الحجم وحبوب كبيرة الحجم بعد ذلك هذه الحصيلة التي توجد في هذا الغربال سنصبها في الغربال الثاني ذو الثقوب الكبيرة حتى نعزل الحبيبات المتوسطة الحجم نعزلها عن الحبيبات كبيرة الحجم فكما ترون لما نبدأ في الغربالة تسقط الحبيبات متوسطة الحجم في الصحن وهي ما نحتاج وسيتبقى لنا يعني فوق الغربال حبيبات كبيرة الحجم وهذه لا نحتاجها في هذه الخلطة ما نحتاج هو ما يسقط في الصحن وهي كما قلنا الحبيبات متوسطة الحجم وهي ما نسميه بساميد الزؤان أو ساميد البراقة وهي يعني تشبه الساميد أو تشبه الكوسكوس فما سنقوم به الآن هو إضافة المكونات الأخرى سنضيف كمية متوسطة من بذور الكتان وكمية جيدة من بذور بيريلا بذور بيريلا جيدة جدا يمكن أن نستخدم منها كمية كبيرة لا تضر الطيور لا نخاف منها بالنسبة لبذور النجري أيضا جيدة لكن نضيف كمية صغيرة فقط ونضيف كذلك يعني كمية قليلة يعني من رمل البحر هو جيد للهضم ونضيف كمية جيدة من البطي الخاص بالحسون يعني كما قلنا هذا البطي تكون فيه ديذان وبعض الأشياء بعض الحبيبات كذا الصغيرة التي يحتاجها جسم الحسون سنضع أيضا سنأخذ قطعة من عظم الحبار أو عظم السيبيا نفركها أو نحكها يعني فوق هذا الخليط عظم الحبار هذا غني جدا بالكالسيوم والكالسيوم يعني يحتاج جسم الفراخ في هذا العمر هذه الخلطة يعني يمكن أن نقدمها للفراخ كما قلت ويمكن أن نقدمها كذلك للإناث الحاضنة أو الإناث التي لديها فراخ أو حتى يعني للإناث قبل أن تضع البيض يعني يمكن أن نستخدم هذه الخلطة في مرات متعددة يعني خلال السنة لكن بالنسبة للفراخ هي جيدة جدا فكما تلاحظون بالنسبة للبذور التي لم نقم بطحنها هي أصلا بذور يعني سهلة في التقشير أما بالنسبة للبذور البراقة التي قلنا يعني تكون قاسية فقد حولناها إلى سميد حتى تكون سهلة بالنسبة لتكون يعني كافة مكونات هذه الخلطة سهلة في التغذية بالنسبة للفراخ الآن سنقوم يعني بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض نخلطها جيدا لماذا نقوم بخلط هذه المكونات ولماذا لا نقدم كل واحد يعني لوحده وبالفعل نقدم كل مكون لوحده يعني ممكن أن نقدم كل مكون في مئكالة لكن سنقدم أيضا هذا الخليط لماذا؟ نجد أن فرخ يأكل بذور البريلة وآخر يأكل بذور النيجر وآخر لا يأكل هذه البذور ويأكل الباطي فلما نضعها مختلطة تأكل منها كل الفراخ ولما يأتي فرخ ليمسك بمنقاره يعني مثلا هذه الحبة التي يتغذى عليها فيخطئ ويمسك طعام آخر بفامه ويأكله يعني يتعرف على مذاق جديد ومن هناك يعني يبدأ في التغذي عليه يعني هذه هي الفكرة الآن يعني كما ترون النتيجة هي كل حبيبات يعني هي حبيبات متوسطة أو صغيرة للحجم فما سنقوم به الآن هو أن نضع يعني هذا الخليط نضعه في كيس بلاستيكي حتى نحتفظ به فبالنسبة لي ليس لدي عدد كبير من الفراخ لذلك سأحتفظ به في هذا الكيس كما قد لأستخدم منه ملعقة واحدة كل مرة ملعقة كبيرة يعني أنتم تعرفون الفراخ لما نضع لها الخليط يعني هكذا في مئكالة وسط القفص تدخل وسطه ويمكن أن تتبرز عليه ويتتسخ ونحن لا نريد أن نتخلص من كل هذه الكمية بعد أن تتسخ يعني نضع كمية صغيرة حتى لو اتسخت يعني نتخلص منها وفي اليوم الموالي نضع كمية أخرى الآن يعني بعد أن نضع المئكالة أو الصحن يعني داخل القفص يعني تقترب منه الفراخ وتبدأ في التغذي عليه إلى هنا إخواني نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون قد أعجبكم وأتمنى أن تكون هذه الخلطة قد أعجبتكم كما أتمنى أن تجربوها وتشاركوني أراءكم في التعليقات وبالنسبة للأشخاص أو الأصدقاء الذين لم يشتركوا في القناة بعد أطلبوا منهم الاشتراك يعني حتى يشجعون على الاستمرار وحتى يتمكنوا من التوصل بجديد القناة بالفيديوهات الجديدة التي نشارك معكم ويعني لا تبخلوا علينا بالتشجيع كل شخص يعني يشجعنا بطريقته الخاصة كما نقول دائما شجعنا بالإعجاب شجعنا يعني بمشاركة الفيديو مع أصدقائك أيضا بتعليق جيد يشجعنا ويثلج القلب وأترككم في أمن الله كان معكم أخوكم وصديقكم بياضي أنس إلى اللقاء